اكد اسموه شيخ فيصل بن راشد الخليفة نائب رئيس المجلس الاعلى للبيئة ان العلاقات بين مملكة البحرين ودولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة تاريخية واخوية وتزداد رسوخا عبر سنين من الترابط والتعاون في كافة المجالات منذ عهد شيخ زايد الانهيان رحمه الله وقال اسموه في الكلمة التي القاها خلال المؤتمر العام الثامن عشر لمنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو والذي تستضيفه دولة الامارات بمشاركة اكثر من 800 وزير ومسؤول من 170 دولة ان مملكة البحرين تسير في اتجاه واحد مع دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة نحو تعزيز التنمية المستدامة والارتقاء بالتنمية الصناعية مؤكدا اعتزاز مملكة البحرين بالتعاون المستمر الذي يجمع مملكة البحرين ومنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية حيث افتتح في عام 1996 اول مكتب لترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لليونيدو في مملكة البحرين وفي عام 2000 افتتح ايضا في مملكة البحرين المركز العربي الدولي لتنظيم المشاريع والاستثمار ما ادى الى فتح افاق مثمرة جعلت من مملكة البحرين نموذجا نفتخر به ويحتذا به عالميا في نشر مفاهيم برنامج تنمية المشاريع وترويج الاستثمار لسيما انه ان هذه التجربة تنفذ حاليا في 52 بلدا في جميع انحاء العالم واعلن اسمو شيخ فيصل بن راشد الخليفة نائب رئيس المجلس الاعلى للبيئة عن اطلاق النسخة الثالثة من المنتدى العالمي لدعم رواد الاعمال 2019 والذي تستضيفه مملكة البحرين تحت رعاية سامية من لدن جلالة الملك المفداء يده الله في الفترة من 11 وحتى 13 من شهر نوبمبر الجاري وذلك بالتزامن مع القمة السنوية الثامنة عشرة للمستثمرين العرب تحت شعار تحقيق اهداف التنمية المستدامة من خلال ريادة الاعمال والابتكار والاستثمار في الثورة الصناعية الرابعة والاقتصاد الرقمي منوها سموه الى تطلعه للقاء 500 مشارك من مختلف دول العالم الذين يمثلون العديد من الشركات العالمية والمستثمرين والممولين والخبراء واختتم سموه كلمته بجزء من رسالة صاحب الجلالة الى سعادة السيد ليونغ المدير العام لليونيدو بمناسبة الذكرى السنوي الخمسين لانشاء اليونيدو في عام 2016 حيث قال جلالته نحن في مملكة البحرين فخورون بشراكتنا الطويلة والمثمرة مع اليونيدو والفوائد الملموسة التي لا يزال هذا التعاون يجلبها على حياة الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم كما ألقى السيد ليونغ المدير العام لمنظمة الامم المتحدة لتنمية الصناعية اليونيدو كلمة خلال المؤتمر أشاد فيها بدعم جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لبرنامج منظمة الامم المتحدة الذي يهدف لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة مؤكدا أن مملكة البحرين شهدت بقيادة ودعم جلالة الملك المفدى قفزة نوعية خلال العقد الماضي في مجال التنمية الصناعية والتنمية المستدامة على الصعيدين المحلي والدولي مثنيا على الجهود التي تقوم بها مملكة البحرين من أجل تعزيز الاستثمار والتكنولوجيا في المنطقة منوها إلى أن الهدف من هذه الجلسة هو إطلاق المنتدى العالمي WIF 2019 رسميا في المؤتمر العام الذي سيعقد في مملكة البحرين برعاية ملكية سامية كما حضر سمو شيخ فيصل بن راشد الخليفة جلسة نقاشية تحت شعار تحقيق التنمية المستدامة من خلال ريادة الأعمال والابتكار نظرة على الدول الأفريقية والعربية وصلطت الضوء على أهمية نقل المعرفة للجمهور وتشجيعهم للمشاركة الفاعلة في تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتؤكد على ضرورة تبني الأفكار والابتكارات التكنولوجية من أجل تعزيز روح المبادرة والإنتاج وعلى همش المؤتمر التقى سمو شيخ فيصل بن راشد الخليفة بسيد لي يانج مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو والمهندس يوسف بن إبراهيم البسام المستشار بالصندوق السعودي للتنمية وذلك من أجل بحث تعزيز التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في المنطقة والوقوف على آخر المستجدات والاستعدادات لتنظيم WEIF 2019 في مملكة البحرين الأسبوع القادم